حكاية أخرى الحكاية الأخرى تخص اتحاد الكورة وما يحدث في الوقت الحالي بخصوص محمد صلاح الأمور زي ما قلت لكم هي هادية بالنسبة للوضع العام بس المهم من اتحاد الكورة تكون قراراته هادئة وزكية اتحاد الكورة بكرة بكرة هيرسل لليفربول يوضح فيه وجهة النظر اللي اتبعتت النهاردة او شفناه احنا اعلاميا بكرة هيكون باعة لليفربول بيقوله انه هيبقى محتاج يشوف التغيير الطبية انه محتاج يشوف محمد صلاح في مصر خلال المعسكر او في دبي لو شارك في المباراة اللي جاية ده كلام محترم نروح للنادي الأهلي نادي الأهلي نهاردة تسلم مبلغ 2.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي انك تبقى واخد البرونزية ده كمان بتاخد أرقام كويسة رقم حلو يفوق النادي الأهلي ويفوق التزاماته نهاردة في دوري أبطال أفريقيا الجولة السادسة سانداونز فاز على مازينبي 1.0 وتصدر مجموعته يعني كده بيعد عن النادي الأهلي في القرعة اللي جاية بيرامدز تعادل مع نوازيبو 2.2 وتزيل مجموعته في المشاركته الأولى في دوري أبطال أفريقيا سيمبا فاز 6.0 على الجالاكسي وأطاح بالوداد خارج دوري أبطال أفريقيا رغم فوز الوداد بأسك أو على أسك 1.0 تراجي فاز على الهلال وصعد هو الآخر كثاني العرب في دور السمانية الأهلي والتراجي فقط من العرب في دور السمانية في مجموعت دوري أبطال أفريقيا وبترة تلك فاز على النجم الساحلي 2.0 حاجة تزعل قوي خروج الوداد المغربي بصراحة واحد من الفرقة العربية الكبيرة جدا وصيف البطولة للموسم الماضي بطل البطولة للموسم قبل الماضي تراجع كبير جدا هذا الموسم مع تغيرات كثيرة على مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى اللاعبين ما قدرش الوداد يحافظ على سباته أو استقراره الفترة الماضية وخرج بشكل مبكر جدا من دوري أبطال أفريقيا بشكل غريب يعني من 2016 الوداد ما ودعش من هذا الدور يعني بسماني يعني باي ترجمة نانسي قنقر